السلام عليكم معكم علي أهلاً وسلم بكم درساً جديد إذا كنتوا لمرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر جرس وضع لك الفيديو اللي يصلكم كلها جديد نتكلم في هذا الفيديو عن قائمة من الأسماء للذكور في اللغة العربية وكتابتهم في اللغة الإنجليزية البعض يجد صعوبة في كتابة اسمه في اللغة الإنجليزية لكن في هذا الفيديو فقط مخصص للأسماء التي تبدأ بحرف الألف في اللغة العربية في هذا الفيديو تقريباً 60 أسم من الذكور التي تبدأ أسمائهم بحرف الألف إذا لم تجد اسمك في هذا الفيديو حاول تترك تعليق وإن شاء الله أكتب لك اسمك باللغة الإنجليزية بشكل صحيح لدينا اسم أحمد 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 طبعاً ممكن ألفظه خلاص أحمد أو أحمد لأنه باللغة الإنجليزية لا يوجد حرف ح المقابل يكون حرف ه أحمد أكرم لاحظين أكرم إبراهيم 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 إياد إي ياد لاحظين إي ياد إدريس إدريس لاحظين إدريس إذن أحمد أكرم إبراهيم إياد إدريس أصيل أسيل إذن بيكون حرف الصاد مقابل حرف الأس أسيل أنور أنور لحظ أن و آدم آدم أديب أديب أصحاب أس أنيس أنيس أمين أمين أصيل أنور آدم أديب أصحاب أنيس أمين أيمن أيمن إحسان إحسان أشجع أشجع أليف أسلم أس لام إسلام إس لام أدهم أد هم أيهم أي هم أيمن إحسان أشجع إليف أسلام إسلام إسلام أدهم أيهم أيوب أيوب آسر آسر أشرف 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 إيهاب إيهاب أنيق أنيق إسماعيل أنيق إسماعيل أمير إذا لدينا أيوب آسر أشرف إيهاب أنيق إسماعيل وأمير أسعد أسعد أمجد إياس إياس إسحاق إس هاق ريان إر إيان أغياد أغياد أسعد أمجد إياس إسحاق ريان أغياد إي لي إي لي أديب أ ديب دائما بكل عدنا إيا بقابلها حرف الآي إذن إيا قابلها حرف الآي أديب لا نكتب به الشكل هذا أديب دبل إي بشرة إياس أستبدل بحرف آي أسمى لاحظ أسمى إذن مقطع عين أش أب أش أب طبعا عند الكتابة الرسفية يعني يكون بهوية أو جواز سفر لا نضع فاصلة مثلا عندنا الدبل إي يحذفون وحدنا الإي يضعون البصر فاصلة العلوية إي يعني أشعب يكتبون بهذا الشكل هذا أش يضعون فاصلة بعدين A B أشعب لكن دائما أكتبها حرف مضاعف أشعب إمام لاحظ إي مام ما كل شخص يقول حرف ألف لكن عندنا حرف مكسور دائما إذا كان عندنا كسرة بشرتنا سردنا بحرف آي إمام لاحظين إمام أكنان أك نان أك نان لو كان عندنا إي كسرة بشرتنا سردنا بحرف الآي أرسلان لاحظ أر س لان أرسلان إذا ملاحظين إلي أديب أسمى أشعب إمام أكنان أرسلان أبي لاحظ الألف عليه ضم مباشرة ضم كما قلنا حرف اليوم أو بي لاحظ ب إي يعني عندنا فتحة ب إي أبي أبي لاحظ إلياس إلياس دائما عندنا إيا أستبدأ ب واي إيا لاحظين عندنا إل لنكتب إلياس 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 أسد لاحظ أ سد أ سد أنس أ نس مباشرة يعني عندنا حرف الإس مقابله إن الدي إس نفس الشيء مباشرة أ نس أوس أ أوس لاحظين عندنا و يكون عندنا دابليو أوس أسعد أس آد كمان قلنا إذا كان دابل إي اللي إيه الأولى نضع أبصر في يعني فاصل علوية إي ممكن أكتبها أس آد بهذا الشكل لكن دائما كمان قلنا بال الأورقة الرسمية لا يضعون فاصلة إذا أردت أن أفاصلها في مكان ما أضع بهذا الشكل لكن دائما أضعها دابل إي أك ثام أك ثام نفس الشيء نفس أنس بدل حرف الان وضع الت هو حرف ث دائما عندنا الث بيكون عدنا الث والذى تي أتش سويتان أك ثام وعدنا الآ نفسه وعدنا الاس وضعنا أم أك ثام إذن أبي إلياس أسد أنس أوس أسعد أكثم أسامة لاحظ كمان قلنا الضمة بيكون يو البعض اكتب أسامة بهذا الشكل دائما الضمة بيكون عندنا يو أسامة أمان لاحظ أمان أركان أر كان أديم أديم دائما كما قلنا ي نستخدم حرف و عدنا أنيس أو بيكون عدنا أنس ممكن شخص يقول أنس وأنيس كيف نفس اللفظ نفس الكتابة طب كيف ما يزبناتهم البعض أنس باشرة يسقط حرف آي يكتب أنس بهذا الشكل وأنيس بهذا الشكل لكن الأصح مباشرة نكتبهم الثنينتهم نفس الكتابة لكن اللفظ يكون مختلف أبيان لاحظ أبيان أيضا يكون عندنا مقطعين إذن إذن أسامة أمان أركان أديام أنيس أبيان بهذا الشكل نهينا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن ستين اسم في اللغة العربية من أسماء الذكور التي تبدأ بحرف الألف واكتبنا هذه الأسماء الشخص الذي لم يجد اسمه في هذا الفيديو ممكن يترك تعليق ويكتب اسمه الذي يريد أن يكتبه باللغة الإنجليزية وإن شاء الله أكتبه بقسم التعليقات طبعا هذه السلسلة بدايتها سيكون أكتب إن شاء الله جميع الأسماء العربية بالإنجليزية للذكور والإناث أتمنى أن أقدمت شيء الفائدة إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع عليك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته